من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العسكريين الروس المتواجدين في منطقة عفرين غدروا المنطقة الواقعة شمال سوريا بعيدة بدء الحملة التركية العسكرية على المسلحين الأكراد وقالت الوزارة في بيان أن قيادة القوات الروسية في سوريا اتخذت تدابيرا تهدف إلى ضمان أمن الجنود الروس الذين كانوا منتشرين في منطقة عفرين